اشتركوا في القناة يؤدون فريضة الحج وسميت بهذه الحجة بحجة الوداع وصر صلى الله عليه وسلم يعلم المسلمين مناسك الحج اول مرة طبعا يعمل المناسك وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ يعلمهم لانها مش مسكورة في القرآن لان سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وفي عرفة خطب خطبته المشهورة في تاريخ بخطبة الوداع لان الرسول لحق بالرفيق الاعلى بعدها وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم فيها المبادئ الاساسية التي تؤدي إلى قيام المجتمع الصالح الذي ينعم بحياة قوية آمنة عزيزة كريمة هذه الخطبة قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعني لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا يعني خدوا بلكوا اسمعوا كلامي لإني ممكن السنة الجاية ما كونش معاكم في هذا الموقف أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا كحرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اتمنه عليها وإن كل ربا في الجاهلية مضوع ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وإن كل دم كان في الجاهلية مضوع أما بعد أيها الناس فإن الشيطان قد يائس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا ولكنه إن يطاع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم وإن عدة الشهور عند الله 12 شهر منها أربعة حرم ثلاثة متوالية وواحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أما بعد أيها الناس فإن لكم على نسائكم حق ولهن عليكم حق واستوصوا بالنساء خيرا وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله فاعقلوا أيها الناس قولي فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه أيها الناس اسمعوا قولي واعقلوه تعلمون أن كل مسلم أخو المسلم وإن المسلمين أخوة فلا يحل المرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمون أنفسكم اللهم قد بلغت أهم المبادئ التي وردت في هذه الخطبة رقم واحد حرمة الدماء والأموال ما ينفعش إلا أنا أعتدي على حد ولا أقتل حد ولا أقطع طريق ولا أسرق ولا أختلس ولا أغش ولا أتلعب بالكل والميزان واعتبر كل مال أخذ بغير سبب مشروع أكلا للمال بالباطل وقد وضع الإسلام العقوبات الزاجرة المانعة للاعتداء على الأموال والنفس رقم اثنين أداء الأمانات أوجب الإسلام على كل مسلم أن يكون أمين أن يؤدي الأمانة إلى أهلها متى تطلب منه يعني واحد يدني أمانة أشيلها عندي أحافظ عليها والدهاله لما يمرني أو يستأذني اللي هو ياخدها تاني ثالثا تحريم الربا الربا زيادة في المال لتأخير الدين كأنه يدفع المرابي صاحب المال 100 جنيه مثلا لرجل محتاج على أن يسردها أخر العام 120 مثلا وقد حرم الإسلام الربا لأنه يؤدي إلى قطع أواصر الرحمة وأفراد المبينة أفراد المجتمع وتوجب التراحم والتعاون لا للإسغلال ولا للقرارية رابعا الحذر من اتباع خطوات الشيطان يعني ما ينفعش لنا أسمع كلام الشيطان ولا وسوسته ومشي استصغر الزنوب اللي بتتجمع وتكبر لتبعد الإنسان عند الإيمان الذي حذرنا عليه رقم خمسة إكرام المرأة ورفع مكاناتها لم يكن للمرأة قبل الإسلام وزن ولا قيمة بل كانت ضعيفة مهضومة الحق ولما جاء الإسلام أكرمها وأحلى مكانا عاليا ورفع من قدرها وأصبحت علاقتها مع زوجها هي التكامل في ظلم المودة والرحمة وظفرت بمكانة لم تظفر بها أي مجتمع بشري سادسا الاعتصام بالقرآن والسنة طريق المجد والقوة للمسلمين استطاع المسلمون في الصدر الأول في السنين الأول أن يكونوا أعظم أمة بفضل تمسكهم بالقرآن والسنة النبوية سابعا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخزله ويدفع عنه ويحافظ عليه واقضي حاجته شكرا لكم